في الوقت الحالي تبدو احتمالية إقامة الانتخابات ممكنة أكثر مما مضى وذلك بالنظر للدفع الدولي المستمر بهذا الاتجاه وتجاوب الأطراف الليبية نسبياً مع هذه المساعي ومن هذا المنطلق أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبو جناح وجود رؤية واضحة لدى المنظومة الدولية للتنصيق في خروج متزامناً ومنصق للمرتزقة من ليبيا مع التشديد على ضرورة أن تكون الخطوات العملية مصحوبة بمستويات عالية من الثقة بين أطراف الأزمة الليبية في إشارة منه إلى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية حيوية وجوهرية في ليبيا اليوم وأن على الليبيين حزم أنفسهم وسعياً لتوحيد صفوفهم وإصلاح الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم نتيجة أحداث السنوات الماضية واستطرد أبو جناح أن الليبيين قادرون على حل كافة المعوقات التي تقف دون إجراء الانتخابات ما دامت الإرادة الدولية ماضية في دعم توافق الليبيين وحل مشاكلهم بالحوار مشيراً إلى أن اجتماع باريسا هو خطوة أخرى تسعى لمحاولة معالجة ملف من الملفات العالقة في ليبيا وفي هذا الصدد تواصل اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة سعيها لاستكمال آلية إخراج مرتزقة من البلاد ودعم استقرارها وسيادة السلطات على كامل ترابها الوطني وفيما يتصل بالجنوب الليبي الذي عانى لسنوات من الحرب والانقسام أوضح أبو جناح أن مشكلة تأمين الحدود تتطلب تكاتف الحكومة والقوى الاجتماعية والمحلية بالمنطقة وطالما كان هناك استقرار للأوضاع فإن هناك فرصة في تأمين الحدود ودعم القوات العاملة بمختلف المنافذ البرية الجنوبية وطول الحدود الليبية إجراء الانتخابات يحدد الملامح المقبلة للوضع في ليبيا فهل ستنجح هذه المساعي في تحقيق السيادة الليبية للشعب الذي طال انتظاره لتقرير مصيره بنفسه وتحقيق السلام والاستقرار دون وجود الأجنبي على تراب أرضه